السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك وصحابة عملي ايه? انا احمد شيتو. سبق قبل كده وكنت عملت فيديو اتكلمت فيه عن افضل برنامج بي بي ان ممكن تستخدمه عندك للكمبيوتر. برنامج بصراحة شغال بامتياز وانا حد ازيل لحظة شغال بالبرنامج. ولكن ولكن البرنامج بيعيبه ان الناس اللي شغالة بوندوز سبعة او اقل اكسي بي ما اني ما لازم اعمل حلقة تانية اتكلم فيها عن برنامج بي بي ان تاني بيدعم الناس اللي شغالة بوندوز سبعة. فده يبقى موضوع حيات النهاردة ان شاء الله. كده اكتر بحيات النهاردة. بس اكيد لو انت مهتم ما تبخلش على الله باللايك كومنت ريميز زي كده اشترك في القناة لو انت مش مشترك. فعد زر الجرس. للا بينا عالشوار حيش يا بنا. اه طب يا شباب او رجلنا اطلاقوا بعد الانترو. كالعادة نخش اعترفوا موضوع الحال. طيب بص يا شباب انت هتخشوا على اللينك الموقع ده. انا هسيبو لكم فيه سندوق الوصف او في اول كومنتو مسبت. اما تخش على الموقع ده هتخش اضغطنا على كلمة دولود لنتر فور فري. طبعا هو البرنامج ده متاح للويندوز وللماك واللايفون والاندرويد ولينكس. بس معنا اضغطنا على ويندوز بقى اضغطنا على كلمة دولود. هيظر معك اه نفس التحميل دي طبعا انا هحمله مسبقا قبل كده هو مساحته خماش شر ميجا بايت فانا مش هحمله بتاني يعني. عماتا لما ينزل معك ينزل بالشكل ده. طبعا انت هتحملوه زي يعني اللي هو تستيبعاد جدا اقول لك كلمين طبعا كده وستطر معك بشكل طبيعي خالص لما يخلص اشي كلمة الصحي دي وقول له انا كده فنش ما نشغلوش طلوق. طيب في حاجة بس عايزين نشوفها الاول او نجربها الاول. اه طبعا نفتح موقع اكوام. مش مانا موقع اكوام لان الموقع ده مش متاح عندنا في مصر. او اللي هو يعني عشان شغاله في مصر لازم يكون معك بي بي ان شغال. فاحنا هنجرد نشغاله كده قبل وبعد عشان نشوف ان البرنامج شغال ولا لا. هنجري افتح كده الموقع. يوم عشان فيه نجاب لي فساعدته عطول اللي اللي هو يعني مش قادر يفتح الموقع لان زي ما قلت لكم بطبيعة الحال هو مش متاح عندنا في مصر. طيب هننزل بقى كده. هنجري يفتح البرنامج. انه هو عليه كده. هنلاقيه فتح معنا كده صفحة بروزر هنا هي. وهنلاقيه برضو كعلى فكرة كمان انتم بودكم توصلوا له من تحت. من هنا من السهم ده. النفذات السوداء دي يا جماعة متلقوش من يعني دي بس عشان او مرة بتشغلوه برنامج هو كده يعني. فمش نشغلوش بالكم انها في حاجة يعني. المهم. السهم ده هنا هو في البرنامج هنا هوت. او لما احد دغطنا من برة فتحنا الصفحة دي. طيب هو كده هفوت شغال معي. هنجي بقى هنا كده على الموقع التاني بتاع اكوام. نجرد نشغله تاني. بعد ما فتحنا البي بي ان شوفه يشتغل ولمش هيشتغل. هوت نقول له هنا كده تاني. طيب ما شايفين يا جماعة الموقع يشتغل معنا بموتاة سهولة وبساطة. تمام? اه البرنامج ده انا بس في حاجة يعني عايز اقول عليه هو ممكن مشكلته ان انت ما بتعرفش تختار البلد اللي انت عايز تفتح عليها. هو الفكرة كلها انه هو بيفتح يعني انت هنا كده مسلا لو جيت على جوجل عشان بس فيملكوا النقطة ديت. والتوله هنا كده اللي هو بتاعك انت فين دلوقتي والتوله كده ودخلت هنا كده هيجيب لي هنا ان انا في المانيا. انا لاحظت دائم ان انا كلهم بفتح البرنامج يعني بيفتحه او حاجة على لي فتح انه في المانيا. هو ده يمكن بس العيب الوحيد اللي في البرنامج لان انت ما بتقدرش تختار ان انت تفتح اه يعني تفتح مسلا من امريكا تفتح بقى من برازيل. لا هو بيفتح لك هو تلقائي من نفسه يعني. تمام? دي حاجة كنت عايزة اقولها على البرنامج. اه الحاجة الاخيرة بس اللي كنت حابه اقولها كمان ان انا حابه اشكر في صديق القناة يعني احمل صراح حجاجة هو بصراحة اللي عرفني على البرنامج ده او اللي ان انا اعمل عنه حلقة او اتكلم عنه يعني فانا بشكره طبعا شكر جزيل جدا يعني ان طبعا هيكيد هيفيد الناس كتير جدا من شغالين بوندوز سبعة. فشكرا يا بو حميد. فبس يا شباب دي كانت حلقة النهاردة. يعني كالعادة لو وجهتك اي مشكلة سبالة في الكومنتات. ولو عجبتك الحلقة ما تبخلش على بلايك كومنت جميع ازا كده اشراك في القناة لا تبقى مشترك. فأزر الجرس. وبس كده يا شباب. سله.